وفي ولاية العصابة انطلقت صباح اليوم مسابقة دخول السنة الأولى اعدادية بمشاركة 7300 ترشح مزعين على 116 مركزاً وتجري المسابقة هذا العام في ظل اعتماد قطاع التهذيب الوطني المركزية في كافة الإجراءات المنظمة للمسابقة مدرسة المعارف بمدينة كيفا يحاول هذا التلميذ حل مسألة حسابية ضمن أسئلة مادة الرياضيات فاليوم هو اليوم الأول من مسابقة ختم الدروس الابتدائية التي تسير بشكل سلس نتيجة للتنظيم المتبع من قبل الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والي ولاية الأصابة تفقد مراكز الامتحان والطلع على سير العملية ومدى التزام الطواقم التعليمية بالإجراءات المعتمدة لإنجاح المسابقة تأكدنا أن كل الإجراءات تم اتخاذها في الوقت المناسب تنظيم تأمين مراكز الامتحان مراكز بلق عددها على مستوى الولاية 116 المترشحون 7300 من بينهم 7300 بنت أي ما يمثل 52.05% اللامركزية المتبعة من قبل قطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مكنت المصالح الجهوية من مباشرة عملها بشكل دقيق وشفاف تم إعداد جميع مراحل مسار هذه المسابقة على المستوى الجهوي بدأ بترشحات ثم إعداد المواضيع وتكثيرها وإرسالها إلى السلطات الإدارية التي تم توزيعها من هناك على مراكز المسابقة وطبعا هذا يندرج في إطارة لا مركزية التي اتخذت الوزارة السنة الماضية والتي طرعت عليها تحسينات معتبرة هذه السنة التنظيم المحكم للمسابقة ومراعاة مستوى التلاميذ كان له الأثر الإيجابي في نفوس أهالي الممتحنين جو المسابقة جرى فيما هو مطلوب قانونا تم النداء السابعة والتحقق من هويات التلاميذ وجلوس الجميع على أرقامه ووزعت المادة في الوقت المحدد لها من حيث التنظيم ومن حيث التواجد في الوقت المناسب إن شاء الله ما فيه ناقص وراجعين إن شاء الله يعدوا التلاميذ على المستوى ويكون النجاح هو هدفنا ودورنا إن شاء الله وكأباء تلاميذ على مدى يومين يواصل التلاميذ بولاية الأصابة كغيرهم في باقي ولايات البلاد انتحان دخول السنة الأولى إعدادية مستفيدين من تطبيق مخرجات إصلاح النظام التعليمي تاري الصادق قناة الموريتانيا مدينة كيفا